السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم أصدقائي اليوم عنوان حلقتنا هو جعل شخص يحبك ولو كان لا يعيرك أي اهتمام إنه لأمر مؤلم جدا بأن تحب شخصا وتعشقه من دون أن يبادلك هو نفس الحب بل حتى لا يعيرك ذات الاهتمام بالطبع إذا كان مرتبطا فلتنسى أمره لكن إذا كان عازبا فهناك ما يمكنك أن تفعله لكسب اهتمامه وإيقاعه في غرامك تعال معي ليقدم لك النصائح في هذا الميدان النصيحة الأولى اجعله يحبك من خلال إظهار الغموض من المعروف بأن الغموض يثير انتباه أي شخص مهما كان غير مهتم فعندما ينتبه هذا الشخص بأن هناك أمورا غامضة تتعلق بك فسوف يفكر فيك بدون أن ينتبه لنفسه وفضوله حولك وحول غموضك طبعا هذا الأمر سيقربه منك لمعرفة ماذا تخبئ فبالغ بالأمر قليلا أنت هنا عليك أن تستغل الفرصة فقد لا تأتي مرة أخرى عندما يتقرب منك لمعرفة ما تخفيه عليك أن تلعب لعبتك وتجعله يحبك فمثلا يمكنك أن تمر من جانبه وأنت في قمة الغضب الأمر الذي سيجعله يبحث عن سبب غضبك هذا لا تضيع الوقت تمسك به حدثه عن نفسك وتقرب منه ومع الوقت سينكسر هذا الحاجز الذي بينكما اجعله يحبك من خلال التقاء الأعين كما نعلم أن أول ما يرى في وجه الشخص الذي يكون أمامك هو العين إنها أكثر عضو معبر عن حالة الفرد والعيون يا صديقي لديها قوة تأثير على الطرف الآخر فمنها تنبع إشارات الكراهية أو إشارات الحب لذا حاول في كل مرة ترى بها محبوبك أن تجعل عينيك تلتقي بعينيه وحاول أن تطيل فترة اللقاء هذه فللعيون تأثير كبير في محاولة جذب أي شخص تريد بالأخص نظرات الإعجاب والود تلك التي تكون بمثابة إشارات عن الحب والغرام فتكون لحظات التقائكما كلها إثارة وتولد للمشاعر التواصل البصري هنا بمثابة جاذبية وإشعاعات متواصلة وكأنك تحدثه لكن فقط من خلال النظر إلى عينيه هذه الطريقة ستجعله يهيم بك وكلما جلس لوحده سيفكر في تلك النظرات الثاقبة التي نظرت بها إليه وسيتأثر بها بكل تأكيد وسيقع في حبك هذه يا صديقي نسميها لغة العيون وما أدراك ما لغة العيون نصيحة أخرى اجعله يحبك من خلال التصرف بعقله أنت تحبه فمعنى ذلك أنك تعرفه عن كثب وتعرف ماذا يحب وماذا يكره والطريقة التي يتصرف بها وكيف تكون ردات أفعاله لذلك أنت عليك أن تتصرف معه بالطريقة التي يفضلها لكي يحبك عليك أن تقوم بالأفعال التي تعجبه لكي تلفت نظره إليك وأيضا أن تمتنع عن القيام بكل التصرفات التي يكرهها بكل بساطة ضاع نفسك مكانه وتصرف على هذا الأساس فإذا كان محبوبك يحب الاجتماع مع الأصدقاء كثيرا كن الأول بينهم في أي اجتماع أو حتى كن أنت من يقترح هذا اللقاء الجماعي لنفرض مثلا أن حبيبك يكره تربية الحيوانات الأليفة البعض لديهم فوبيا من الكلاب والقطط على سبيل المثال وأنت كان لديك حيوان أليف في منزلك فإما أن تتخلى عن هذا الحيوان الأليف أو أنه عليك ضبطه في مساحة خاصة به لضمان أنه لن يقترب من أحد وبالأخص من الشخص المميز لديك بهذا الشكل تكون قد ضمنت رضى الشخص الذي تسعى إليه عليك أيضا قبل أن تتحدث مع الشخص الذي تحبه بأي موضوع يخصه أن تفكر وأن تتوقع ماذا سيكون انطباعه من هذا الموضوع هل سيتقبله أم يرفضه فكر بعقله أو ضع نفسك مكانه هل سيتقبل الأمر أم لا انتبه إلى ألفاظك قبل أن تكلمه ضع في أولوياتك بأن عليك إرضاءه وجعله مرتاحا لك وبذلك ستتولد لديه مشاعر الحب والهيام اجعله يحبك من خلال تصرفاتك عليك أن يكون لديك ما يسمى بالكاريزما أن تتصرف بالطريقة التي تكون لائقة فإذا كنت رجلا عليك أن تتصرف بالطريقة الرجلية التي تحلم بها أي فتاة الوقف الصلبة الكلام المتزن دون ابتذال والقليل من الطرافة في الحديث لكن لا تكون ناعما مثل النساء فمثلا بعض الرجال يهتمون ببشرتهم فتجده يخرج علبة المرطب ويضع على يديه من حين لآخر انتبه هذا ليس بالأمر الخاطئ لكنه ينقص من هيبتك كرجل أمام الفتاة لذلك افعل هذا بينك وبين نفسك وليس أمام الآخرين وبالأخص حبيبتك الجديدة لأنها لن تلتفت إليك حينها الأهم من هذا كله أن تكون رجلا مسؤولا وجاهزا لتقف وقفة الرجل الحقيقي في الأوقات التي قد يتعرض بها أحد أصدقائك للخطر أما إذا كنت أنثى فعليك أن تكون الفتاة المهذبة والخجولة أن تقوم بحركات الأنوثة والابتسام الناعمة مع القليل من قوة الشخصية لتفرد نفسك أمام من تحبين لكن لا تتصرف تلك التصرفات الفضة التي تشبه تصرفات الرجال كالصراخ أو التكلم مع الآخرين بطريقة متكبرة فهي لم تجعل حبيبك يلتفت إليك بل سيشعر لا أكثر اجعله يحبك من خلال المظهر الخارجي اجعله ينتظر قدومك في كل مرة وكل مناسبة لكي يرى ماذا تلبس وكيف تكون طلتك ففي الحفلات والمناسبات السعيدة ارتدي ملابسا أنيقة بل ومبهرة وتليق بجسدك وإذا كانت هناك نزهة ارتدي ملابسا فطفاضة ومريحة وإذا كنت ذاهب للعمل ارتدي ملابس العمل التي تلائمك ولا تنسى الرائحة الزكية التي عليك التمييز بها مظهرك الخارجي كفيل بأن يجعل أي شخص يلتفت إليك وسيرغب هذا الحبيب بأن يتقرب منك ويتودد إليك بكل تأكيد طيب نصيحة أخرى اجعله يحبك من خلال تمييزك عليك يا صديقي أن تكون متميزا عن الآخرين لينجذب إليك الحبيب كأن تكون متفوقا في العمل أو بارعا في بعض الأمور التي قد يفشل بها غيرك وعليه أن يدرك كم أنك شخص واعي ومتزن وتحب التطور كما ولديك مشاريع مستقبلية ابحث عن الشيء الذي يميزك وأظهره له كما وعليك أن تعامل هذا الشخص معاملة استثنائية عن الآخرين فلا يمكنك أن تضحك للجميع كما تضحك له ولا يمكنك أن تنتظر قدوم الآخرين كما تنتظر حضوره بنفس الله كما وكلامك معه يجب أن يكون بطريقة مختلفة وإصغائك له يجب أن يكون مميزا طبعا سيشعر هو بهذا التمييز حتى يأتي ذلك الوقت الذي يسأل نفسه به لماذا هذا الشخص يميزني عن الآخرين وفي حين أنه يدقق في التفاصيل سينتبه لمقدار حبك له وسيرغب في مبادلتك لهذا الحب وتلك المشاعر الرائعة هذا كل ما لدي في جعبتي من نصائح أتمنى أن تكون مفيدة لك في درب حبك للطرف الآخر اكتب لي في التعليقات عن آرائك وانطباعاتك ولا تنسى دعمي بالضغط على أزرار الشكر والشير واللايك والاشتراك وأراك قريبا بإذن الله في إطلالة مقبلة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر